شاهر السوشال ميديا المؤثرين اليوم كوثر عندها شريحة من الشباب متأثرين فيها بشكل كبير اليوم انت تعتبرين داعم للأسرة في التوجيه والإرشاد وغرس بعض المبادئ خنقول والعادات والتقاليد المجتمعية الكل يحبها والناس الحين العوائل دائما حريصة انت تتابع منه؟ تتابع والله فلان أو فلانا شنو اليوم انت توجهتش لهذا الموضوع ان اليوم انا لازم اكسب العائلة وخليهم يثقون فيني بحيث ان انا لما يتابعوني بناتهم انا قاعد اعلمهم شي زين قاعد اطورهم قاعد اعطي بعض المبادئ اللي قد تكون محببة في المجتمع والله يعني انا بعض مرات يمكن يخوني التعبير في السوشال ميديا لكن كذا لم اقدر قاعد احاول اكسب العوائل قلت لكم بما اني مسرح طفل اكيد العائلة تبتثق بالفنان اللي يمخلي عيالة يروح لهم فاحاول كثير ما اقدر اني اكون واكفة وياهم وان شاء الله اكون قد تثقة ما تحطين مثلا بعض الاهداف بعض الخطوات استراتيجيات خنقول تسولي الجدول معين ان انا ودي اتكلم في هذا الموضوع وبعدين اخلي الموضوع التالي واتكلم فيه بهذه الطريقة يعني لا تصير العملية عشوائية تكون مدروسة لا والله انا كذا ما اقدر اكون اضحك فاني اكثر ما أتوجه حق مواضيع مثل ما نقول تعليمية مدرسة أنا كوسة يمكن في برنامج على ستيب تحديدنا نقدر نقول كثير من النجوم العمالقة اللي يطلعوا معنا ودائما كانت جملتهم واحدة أن مشاهير السوشل ميديا لو تخلوا في مجال تمثيل مستحيل أنهما يبرزون مستحيل أنهما ينجحون أو حتى يبدعون أو يمكن أن تكون فقاعة فترة معينة بعدها تنتهي هل تأيدينهم ولا يمكن أن يكون عند شيء مختلف في هذا المجال هو على حسب الشخص يعني كل واحد يقرر يبي يكون ترند ولا يبي يكون على طول أنا كذا ما أقدر ما بي أكون ترند واختفين يعني أبي أكون وياهم على طول أبي يتعنون لي أبي يحبوني أكثر سابعت أي ناس من مشاهير يدخلوا في المجال التمثيل وحسيتي فعلا ما كان ينفع لهم لهم يدخلون في هذا المجال لا والله يعني أتوقع البالي حضرت وحده وصراحة يعني بدعت بالتمثيل منه بيبي عبد المحسن بيبي إيه أي وخي علية بيبي من السوشال ميدي هي تحب التمثيل والتقليد فكان سهل عليها حتى مسلسلها برمضان كان وائد حلو صحيح فهذا ما لا علاقة في موضوع الإبداع وأن الشخص يكون موهوب فيها ما لا علاقة قلت لك كل واحد وشخصة إذا هو يكون فترة وتروح حبته ولا يريد يكمل ويخلي الناس تحبه وتنضر جديدة صحيح